الجديد اللي صار هو يعني أنا قلت بأكثر من القناة هو مو وليد لحظة ولا أول إنجاز ولكن اليوم يعني شفنا من أبناء وطننا الإعلامين اللي قبل شنا نقول إحنا الإعلامين ما يبون علينا لا والله شفنا الإعلامين اليوم بس وصلهم الخبر الكل بادروا ودعونا ومدراء القنوات أصلاً هم مبادرين ودعمين فكل تريد والعراقين كلهم يحبون اللعبات الفردية يعني واللعبات الجماعية كذلك إحنا نحترمها وفريق كرة القدم فريقنا وإحنا مشجعين كل واحد منه مشجع الفريقة وفتخرنا من صعد متخبنا الأولمبيات باريس وكنا نفرح بالألفين وسبعة ومشجعين القدماء اللي المتخب الوطن العراقي بالتاريخ مالهم كله ولكن اليوم إحنا هم نباوى على نفسنا أباوى على حسين حسين وسام مثل بقية زملاء بالطاقم المتخب الجوجسو هم لاعبين منتخب حسين قاسم الجزان هو نفس حسين سعيد بشكل ما جاب للعراق كأس آسيا صح مع رفقاء هادي وفلاح وتذكر هذا التاريخ القديم صح هم جابوا لشباب آسيا صح والعراق كله افتخر بيهم اليوم حسين وجماعتهم جابوا ولكن اختلاف حسين عن حسين سعيد شنو؟ احتراماتنا الأستاذنا الكبير حسين سعيد شنو الاختلاف؟ منتخب العراق كله كرة قدم جابوا سام واحد ولكن اليوم حسين قاسم ومحمد الباقر وحسان فلاح ومشتبأ أحمد وحسن ستار ومحمد الباقر وحسين قاسم وهادي وكل اللاعبين ومهند اليوم هم كل واحد جاب انجاز كل واحد وسام حاله كل واحد يحتبر منتخب كامل بالتنقيط للعراق تعد الأوسمة اليوم حصيلت العراق بهاي البطولة وسامين ذهب وفضة وبرونزيات هذا كله هو يحتبر منتخبات كل واحد بهم منتخب أنا هذا اللي يعني اللي أباوع وقمت أصفا أنا أريد أعاتبكم بموضوع أي أنتوا أكثر من مرة محققين الانجازات نعم ليش ما توصلوها للإعلام؟ موعدكم اتحاد وين اتحادكم؟ الاتحاد غير المفروض بإعلام يا با ترى عندنا بطولة ترى عندنا فلال لاحبين ممكن الناشد انطالب من التجار من رجال الأعمال من الشركات الراعية أكو ناس اليوم إذا تلبس لدريس مالها وتخلي العلامة ماتة يدعمك صح صح له صح مو صحيح زين وين اتحاداتكم عن هذا الموضوع؟ صح له غلط إلا لا انسوا يعني الإعلام هم إلي حقي يريد يعرف حسين يعني أنا لو أمو العالم وأشوف الفيديوهات والناس يتوصليني بصراحة أنا ما أعرف حدنا لاعب أخذ هاي البطولة مو ممتابع ما أعرف صح والله صحيح أستاذ نبيب احنا اليوم سواء مدرب أو لاعب أو حتى اتحاد ضمن سلسلة مو؟ صح اللاعب والمدرب يرجع المن لم يرجع عمالته اللي هو الاتحاد الاتحاد يرجع مرجع اللي جنة أولمبية وزار الشباب الرياضة احنا بنجاز من نجيب نتيجة يجينا تبليغ بأن لا تنشرون لأن اللجنة الأولمبية ومكتب الإعلام للجنة الأولمبية والوزار الشباب الرياضة هم يتبنون الخبر في ذلك نحن نتحفظ من نشر يوصل الخبر للجنة الأولمبية ووزار الشباب الرياضة وينزدوننا تهاني ومباركة طبعاً صفحاتهم تدخل عليها وشوفها ينزدوننا تهاني ومباركات ولكن بعد أكو مكاتب إعلامية هي مسؤولة عن هذا الشيء اليوم المدرب واللاعب يجيب الإنجاز يجيب الإنجاز للبلد البلد ووكالات الإعلام اللي عندنا الموجودة هم اللي يوصلون هذا قابليتنا يادوب نتدرب ونجيب نتائج من يرعى هاي النتائج هذا مش رمي ذهب بآسية ذهب بآسية ومو أول ذهب بآسية هذا ومو بطولة آسية بس لا دورات ألعاب آسيوية الدورات تختلف تتعرف الدورات النتيجة بها لها صدق أكبر وأوسع ما موجود يعني إذا إحنا إذا ما يوصل الإعلام يعني إحنا اللجنة والمبية عند هالموقع ما له وتنزل الخبر والمباركة بعد من يوصل الإعلام طريقة الإعلام إحنا ناس مو أول مرة لا مو أنت تقول لي مو أول مرة لا لا مو أول مرة طبعا مو أول مرة يعني ولا إذا عدلك أرقام ونتائج الذهبيات بس هس عددلك يهم وبس الفضيات عددلك يهم إذا بطولة العرب فإحنا بطولة العرب التاسعة اللي راحت الفين وثلاثة وعشرين من بطولة العرب الأول لحد التاسعة العراق بطل عرب العراق فرقيا أول عرب زيان وآسيويا هو رقم محسوب لحساب تمام ترجمة نانسي قنقر